ارتفعت حالات الاصابات بالتهاب الكبد البائي في اليمن من 3 الى 70% من اجمالي عدد سكان اليمن اي مليون وخمسمائة الف حالة وتزايدت اعداد الاصابات مؤخرا بشكل لافت خصوصا في اوساط الاطفال وتشير تقارير الى ان حالات الاصابة بالتهاب الكبد سي تتراوح بين 1 الى 3% من اجمالي عدد السكان بواقع تقريب 500 الف حالة ويمثل فيروس الكبد احد التحديات الصحية في اليمن في ظل الحرب الدائرة والانهيار المتواصل للقطاع الطبي منذ 8 سنوات اذ تسجل نسبة المصابين بالمرض ارتفاعا متصاعدا ويحذر الاطباء المتخصون من تفشي الوباء في اوساط فئة الشباب التي يعتمد عليها المجتمع في البناء والانتاج الطباء قالوا ان اسباب تفشي هذا الداء ترجع الى عوامل مختلفة اهمها ضعف الوعي الصحي وغياب الرغابة على المرافق الطبية والاماكن الاخرى التي يمكن ان ينتقل الفيروس بواسطتها وتمثل الارقام الكبيرة لعداد المصابين بفيروس الكبد الوباء تحديا كبيرا امام الحكومة والمجتمع على حد سوى الامر الذي يتطلب حسب المختصين استراتيجية وطنية للحد من انتشاره وتشهد مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية انتشارا كبيرا للعديد من الاوبئة والامراض الفتاكة بسبب الاهمال المتعمد للمراكز الطبية الخدمية التي كانت تقدم خدمات طبية عاجلة للمرضى ويشكو المصابون بهذا الداء القاتل من غياب الرعاية الصحية لهم وانعدام الادوية الخاصة بمكافعة الفيروس ما فاقم من معاناة المرضى بشكل كبير وازداد من حجم الاصابات المسجلة بشكل لافت خصوصا في اوساط المرضى بالمستشفيات والاطفال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة